يعني دائما ما كنا نتكلم ونقول أن هذه التنظيمات الإرهابية الراديكالية التي تحمل في مخيلتها طابع أيديولوجي هي دائما ما تمرض ولا تموت وخصوصا إذا ما تهيئت لها الأرضية وتهيئت لها الحافز فبالتالي لما تكلمنا عن بقايا عصابات داعش وخصوصا في هذه المنطقة التي تعتبر هذه المنطقة هي منطقة يعني لم تكن فيها معارك حقيقية في عام 2017 وإنما بمجرد دخول القوات الأمنية العراقية ذابت الكثير من هذه العناصر ووجدت ملاذات آمنة لهم ووفق السياقات العسكرية ووفق خطط المعركة الأهم من النصر وكيف تحافظ على النصر والأهم من التحرير كيف تنجز عمليات التطهير بالتالي عمليات التطهير يجب أن تكون وفق خطط أخرى خطط واستراتيجيات استخباراتية لأن المعركة تتحول من معركة مواجهة عسكرية إلى معركة استخبارات وأمن فبالتالي اليوم نحتاج في متابعة هؤلاء إلى المعلومة الأمنية الاستباقية التي من خلالها نستطيع أن نكبح جماح هؤلاء هذه العناصر هي بقايا تحاول بين فينة وأخرى القيام بعمليات هذه العمليات هي تعتبرها عمليات إثبات وجود بسبب قدرتها على التحرك في أماكن تعتبر رخوة جدا كوادي الشاي ووادي سغيتون وام طيبيجة والجلام والعيف وأم الخناجر والكثير من الأماكن التي يصعب على القوات الأمنية في كثير من الأحوال الدخول إليها بالقوات الراجلة أو المجولقة أو المسرفة فلذلك نحتاج في هذه الأماكن إلى أن تكون لدينا عمليات رصد واستمكان جوي حقيقة هذه البقايا هي دائما ما تنتهز الوقت والزمان والمكان وتنتهز بعض الأمور التي تعتبر حالي كنت أريد أن أسألك إياه سيد مخلد هي تنتهز الزمان والمكان وكما تفضلت هي في حالة مرض تنام ولا تموت يعني إن صح التعبير هي في حالة سبات لماذا الآن؟ لماذا هذا التوقيت بالذات؟ يعني هل هناك أي اعتبارات خفية لوجود هذه الخلايا النائمة يجب التنبه إليه الآن وفي هذه المرحلة؟ يعني أبدا لا يمكن المقارنة أنه في أي وقت هي يعني تخرج لكن هي متى ما سنحت لها الفرصة يعني ممكن أن ترى أن هناك انشغال أو خلاف سياسي في البلد وهناك وضع غير مستقر هي تنتهز هذه الفرصة وتقوم بعمليات إحياء نفسها وأن تقوم بعملية استباقية سواء على قرى مدنية سواء على مواقع أسكرية وثكنات هي دائما ما تحاول الحصول على الشحنات معنوية من خارج الحدود وهناك خارج الحدود في الأراضي السورية لا يزال هناك الكثير من المتسربين من عناصر الداعش في بادية سورية وكذلك الموجودين حتى في مخيم الهول لأن في مخيم الهول هناك أتاء من قيادات الداعش وهؤلاء يحركون الخلايا الخارجية من خلال الاتصالات فدائما ما كنا نقول أن القضاء على داعش وفكر داعش يجب أن يكون القضاء على الفكر بفكر آخر هذا الفكر يكون مضاد بمنع احتواء أو منع تهيئة أي أرضية داخل الأراضي العراقية لإحياء هذه العناصر فبالتالي مخيم الهول يعتبر خاصرة رخوة وقنبلة موقوتة بالنسبة للحدود العراقية التسلل الذي في بعض الأحيان يحصل بالرغم من أن قوات حرس الحدود والجهود المبدولة من قبل وزارة الداخلية في رسم حدود محصنة كاملة يعني إلا أن تبقى هناك بعض الخواصر الرخوة خاصة في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية هذه المنطقة وهذه البقعة الجغرافية دائما ما يحصل منها التسلل عبر شمال جبال سنجار ولم يتم حكام هذه المنطقة وفراف الطوق عليها لأننا لا يوجد عملية تبادل للمعلومات بين قوات الأمنية العراقية وكذلك قوات سوريا الديمقراطية هذه المعطيات تجعلنا أنه دائما يجب أن تكون قواتنا في حالة حيطة وحذر وانتباه شديد لأننا لا يمكن أن نقع في كمين لداعش في ظل وجود هذه الأجهزة الأمنية يجب أن تكون لدى الأجهزة الأمنية إمكانيات في التعقب والمتابعة ونصب الكمائن وبناء أبراج أطواق نارية حول حدود المحافظات والتحفيز في تبادل المعلومات وأن لا يتعدد مصادر القرار الأمني وبالتالي شيئا فشيئا نستطيع حتى هذه البقايا أن نكبح جماحها التي أنا من وجهة نظري لا تمثل خطر اليوم على العراق في ظل وجود يعني هذه الأجهزة الأمنية لكن في نفس الوقت نحتاج أن يكون لدينا إمكانيات إسناد جو لأن الإسناد الجوي هو من يوفر المعلومات الأمنية للقطعات التي تقوم بالواجبات